السؤال الأول حول الهدية التي يقدمها المقترض إلى المقرط شخص أقرض آخر قرضا حسنا على أن يتم الوفاء به في ميقات معين فعندما حان أجل الوفاء اعتذر المدين مرات عديدة طيب فأخذ بقيمة الدين سلعة مقابل خصم يقوم به المدين فما حكم هذا الخصم هل فيه شفهة الربا الجواب عن هذا إن كان هذا الخصم من أجل القرض فلا يحل أما إن كان خصما عاديا يبذل مثله لغيره من المشترين فلا حرج لا ينبغي للمقترض أن يهدي للدائن رجاء أن يؤخره بدينه ويحرم على الدائن قبول الهدية إذا علم أن غرض المدين ذلك لأنه يؤدي إلى التأخير في مقابل الزيادة إلا إذا جرت عادة بينهما بذلك قبل القرض أما إن جرت به عادة قبل ذلك فلا حرج وأيضا إذا أهداه بعد الوفاء بلا شرط ولا مواطاة فهو جائز ويكون من جنس حسن القضاء طيب من الأدلة على ذلك مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبل إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ورواب نسيرين أن عمر أسلف أبي بن كعب عشرة آلاف درهم فأهد إليه كعب من ثمرة أرضه فردها عليه ولم يقبلها فأتاه أبي وقال لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة وأنه لا حاجة لنا فبما منعت هديتنا ثم أهد إليه بعد ذلك فقبل من قيم يقول كان رد عمر لما توهم أن تكون هديته بسبب القرض فلما تيقل أنها ليست بسبب القرض قبلها وهذا فصل النزاع في مسألة هدية المقترب أيضا بما ورد عبد الله ابن سلام أنه قال لأبي بردة ابن أبي موسى الأشعري إنك في أرض الربى بها فاشل إن كان لك على ريل حق فأهد إليك حملة ابن أو حمل شعير أو حمل قط فإنه ربا ابن القيم يقول وكل ذلك كان سداً لذريعة أخذ الزيادة في القرب الذي موجبه رد المثل ترجمة نانسي قنقر